وفي الانديبندنت ايضا الصواريخ الفرد صوتية ما هي وكيف تعمل اعلن رئيس اكبر شركة بناء السفن في روسيا ان البلاد تقوم حاليا بتجهيز غواصاتها النووية الجديدة تسيركون على اسم حجر الزيركون الفرد صوتي وفي تصريحات لوكالة ريانوفيستي اكد ليكسي رخما نوف الرئيس التنفيذي لشركة بناء السفن المتحدة ان الغواصات النووية متعددة لاستخدامات ضمن مشروع ياسن ام وياسن ام بالروسية تعني شجرة الرماد الاخضر ستكون مجهزة على اساس دائم بمنظومة صواريخ تسيركون واضافة العمل جار بالفعل على هذا الاتجاه وتتميي صواريخ تسيركون الفرد صوتية المتمركزة في البحر بمدى يبلغ 900 كيلو متر وبقدرة على التحليق بسرعات تفوق سرعة الصوت بمرات عدة مما يجعل التصدي لها بالغ صعوبة لكن الصواريخ الفرد صوتية ما هي يسود اعتقاد ان الصواريخ الفرد صوتية على غرار صواريخ كينجال ومعناها الخنجر التي تقوم القوات الجوية الروسية بنشرها وفقا للمزاعم تمثل الجيل التالي من الاسلحة بسبب قدرتها على التحليق بسرعات عالية استثنائية قد تصل الى عشرة اضعاف سرعة الصوت فتناهز سرعة طيرانها نحو 8000 ميل في الساعة بالمقارنة تتسم صواريخ كروز دون سرعة الصوت كصواريخ توما هوك التابع للقوات الجوية الامريكية مثلا بحركتها البطيئة نسبيا فلا تزيد سرعة طيرانها على 550 ميلا في الساعة